التعليم الفني التعليم الفني الصناعي منظومة الجدرات اهلا ومرحبا بكم على قناتكم المفضلة قناة مصر للتعليم الفني حلقة اليوم مخصصة لبرنامج فني اعمال نجارة العمارة وهتكون بالذات للصف الثاني منظومة الجدرات ببرنامج فني اعمال نجارة العمارة سنة تانية انجارة اخباركم ازايكم وحشتوني طبعا خدنا فيه سنة اولى مجموعة من الوحدات منها الوحدة التكملية اللي هتستمر معاك طول التلات سنين جاهز بلبسك بالنسبة ليه الصحة والسلامة المهنية الامن الصناع اللي اتفقنا عليه تلبس الزي الرسمي ليه العمل هو الافارول والخوزة والسيفتي والنظارة الواقية والسماعات كل حاجة تحميك وجوانتي وكل حاجة تحميك من الاصابات عشان انت ابننا الغالي ولازم تطلع جدير في منظومة الجدرات سنة تانية هنبدأ بقى مع بعض ها تمام ايوة البس الافارول كويس تمام زبطت نفسك يلا خلاص شيكنا على كل حاجة خوزة تمام نظارة تمام يلا نبدأ بقى مع بعض في الوحدة الاولى اللي هتستمر معنا تقريبا ترم كامل اللي هي اسمها وحدة الشبابيك وهنضيف لهم مع الشبابيك حاجة صغيرة اسمها ايه باب البلكون هي مش حاجة صغيرة بس هناخدها ضمن طايفة الشبابيك باب البلكونة اكبر من الشبابيك بكتير بس احنا هنضمها لنفس الفصيلة البلكونة هنضمها لنفس الفصيلة على الاساس ان هي تعتبر ايه نافزة نافزة تقدر تطل بها من داخل البيت للشارع تمام تمام طيب ايه موضوع الشبابيك اللي فيه مواصفات قياسية في موضوع الشبابيك لازم احطها في اعتبار زمان كانوا بيعملوا حاجة اسمها ايه الشرفات الشرفات ديت يعني بيعملك الواجهة بتاعت البيت كلها عبارة عن حيطة هنا وحيطة هنا ويقفل لك الحيطة دي كلها اكتنى بلكونها طويلة كده زي زي طرقة المدرسة مقفلها كلها ايه خشب خشب عاملوا ايه عاملوا ارابيسك وعامل حاجة اسمها شرفة الشرفة ديت يعني بمقام الشبابيك بس الشرفة ديت لها اتجاهات في الفتح والقفل غريبة شوي المهم لما اسسوا المباني وبدأ التطور والتقدم في شتى المجالات ومن ضمنها مجالات العمارة العامة اللي هي بتضم الخمس اقسام اللي اتفقنا عليهم الخرصانة والبناء والنجارة والصحي واعمال التشتباط او البياض جهت دور برضو على نجارة العمارة ان هي تكون الفن الدقيق الفن الدقيق اه ده حتى كان اساتزتنا مسمينها النجارة الدقيقة رحمة الله عليها رحمة الله على مهندسنا فتح الطنطاوي ومهندسنا احمد سعيد وكل اساتزتنا اللي علمونا معنى نجارة العمارة نجارة العمارة هي نجارة دقيقة ليه انا بستخدمش مسامير انا كل شغلي تعشيء وتعشيء دقيقة نقر ولسان او خدش او اي اعتبارات لازم اعملها بتعشيئة تمسك نفسها الاول متماسكة بعد كده ممكن استخدم لها زيادة في المتانة ممكن استخدم المصمار انما انا اعتماد الكامل اعتماد الكامل على التعشيئة وعلى الخامات المساعدة اللي اتفقنا عليها اللي هي زي الغرة ان هي تقدر وانا بخزم بالاسفين والمسامير الخشب طيب احنا اول وحدة في سنة تانية اسمها ايه برافو اسمها الشبابيك وهنضف لها البلكونات الخشبية طب نبص كده مع بعض نشوف الوحدة دي هتتكلم عن ايه ونبدأ بقى ايه نشرح مع بعض يعني ايه الابواب او يعني ايه الشبابيك وابواب البلكونات بالرغم ان هو باب بس هنضمها تبع الشبابيك الخشبية تنفيذ الشبابيك والبلكونات الخشبية ودي الوحدة الاولى للصف التاني تبع كده مع بعض خليك معايا مخرجات التعلم في الوحدة دي تلات مخرجات يعني هو كان السنة اللي فاتت فعلا زي ما انت بتقول كانوا اربع مخرجات كنا عاملين شباك منور اه صغير اللي هو ستين في تمانين وكنا عاملين شباك تاني اللي هو اه زجاجي كنا عاملينه اه تمانين في تمانين سنتي وهنتفق وهنتكلم عن موضوع المقاسات دي بالزال بعد كده هننفذ شباك شمسية شباك الشمسية اللي هو اسمه ايه برافو شباك ملكان او طب لو اسمه تالت اه اسمه شباك ايه شيش يعني انت تقول شباك شيش او شباك ملكان او شباك شمسية هو اسمه واحد لحاجة واحدة الشباك اللي عندك في البيت اللي فيه ورق ملكان او ورق شمسية او ورق شيش ما احنا بنسمع لك على اساس الورق اللي هو المختلف عن الضولف التاني او الشباك التاني تمام طيب كمان هينفذ باب بلكونة باب البلكونة مصنوع برضو من اين من ضولف سلك وضولف ازاز وضولف الشيش او الشمسية ايا كان بقى طريقة عمل الشمسية دي هتعملها ازاي في اه طرق متعددة بس هنتفع على طريقة ايه نشتغل بيها او اللي هي المتعرف عليها او اللي بتستخدم بقص الا ازا لو ما كانش موجود عندك ايه مكن اه مكنة النقر الملكان المعينة بتقدر تقدر تعمل ايه شيش حاجة اسمه شيش ايه اسكندراني زي ما اه البشمهندس عبدالرحمن كده والبشمهندس الشافعي عاملين في مدرسة سيدي سالم بشغالين بالشيش الاسكندراني عشان ما عندهمش المكنة يبقى انا لازم استغل الامكانات المتاحة والعدد والادوات والالات اللي عندي واقدر اخرج بيها مشغولات تضاهي المشغولات العالمية والمشغولات اللي هيه المتعرف عليها داخل جمهورة مصر العربي يبقى انا عندي في مخرجات التعلم ان انا هنفذ شباك مانور بالحال وهنفذ شباك شمسية بالحال وهنفذ باب بلاكون بالحال لا افرض ان انا مسلا جال اه واحد مسلا عامل شاقته ومركب الحلو قبل ما يمحر وعايز دولف ايه المشكلة زي البشمهندس رفيق ايوب مسلا في اسيوت نفذ يا فندم نفذ الدولف وبيع لان دي خامة ولو اتراكنت عندك هيبقى اهضار لمال الدولة واحنا مش جايين عشان نهدر احنا جايين عشان نبدع والزبون يقف قدامنا عشان يحجز مشغولته ويخطفها من ابنائنا الجادرين في اعمال نجارة العمارة في كل المدارس الصناعية في جمهورية مصر العربية تحيا مصر تمام يبقى هننفذ ثلاث مخرجات المخرج الاول او المخرج التاني او المخرج التالت خلي بالك بقى من اللقطة دي بقول وده طبعا بعد اذن قادتنا بشمهندس فاتح السيد بشمهندس نشأت بشمهندس محمد عبدالعزيز بشمهندس احمد بندق كلهم وقادة الجادرات بنقول للمدربين حرية اختيار التصميم المناسب انت هتنفذ شباك صمم هتنفذ باب صمم التصميم اللي هيتبع بسرعة واللي هيبقى قوة ومتانة وشكل جمالي صمموا يا فندم لان انت عندك نجارة العمارة هي فن الابداع انا ما عنديش زي مثلا البناء او زي الخرصانة حاجة هيكل معين هعمله لا انا في نجارة العمارة اقدر اتفنا في شكل الشباك شكل الراس عملها دوران ولا عدلة شكل الحشوة هتبقى مكشوفها ازاي كل حاجات كتير عرض الايم نفسه او تخانة الايم نفسه كل الحاجات ديت انا لازم اتفنن فيها بس لازم تكون مطابقة للمواصفات عشان كده الشكل العام للباب او للشباك متروك لحضرتك ان انت تختار تصميمه ده انا اقول لك مش متروك لحضرتك انت كمعلم لا ده متروك لك انت يا ابني يا حبيبي انت كطالب ان انت تختار شباك او ايه رأيك او استاذنا ان احنا نعمل الشباك شكله كذا انا شفت والله في الحتة الفرنانية او عندنا في البيت عاملين شباك او عاملين باب او عاملين كذا شكله تقدر ترسمه ارسمه لي وهاته وهنحطه في الاعتبار وندخله معنا في تصميم المنهج بس المخرجات ما بتتغيرش يعني بمعنى اوضح ان اسم المخرج عندك اشتغل عليه لكن شكله تصميم وتنفيذ المخرج مطروك لحضرتك بحيث ان انت تعمل المشغولة عملت شباك او عملت اه شباك منور او شباك شيش او عملت باب بلكونة او عملت باب شقة او عملت باب غرفة تجليد اه او حشو او اي حاجة حضرتك نفذ اللي هيتطلب منك يتباع في الباقة المحيطة او في السوق المحل اللي حواليك اللي هيتخطف منك قبل النجارين اللي برا لان انت شغلك هيبقى مطابق للمواصفات معمول بخمات قياسية ومواصفات قياسية وتنفيذ عمليات قياسية نخلينا بقى في موضوع النهاردى احنا اتفقنا ان التصميم مطروك لحضرتك والابداع مطروك لحضرتك حسب الخامة وحسب العدد وحسب الادوات المتوفرة عندك في مدرستك وفي قسمك. قسم اللي عندي? مش زي قسم اللي عندك. مش زي قسم اللي اللي في اصيوت. مش زي القسم اللي في انا. مش زي القسم اللي في اسماعيلية ابر سعيد البواسل. لا كل حاجة لها امكانياتها. وكل حاجة لها متطلباتها. اقول لك على حاجة. ده في تنفيذ الابواب والشبابيك. لو جينا نبص على فيلم اجنابي مثلا. نلاقي كل الشروفات او الابواب والشبابيك. معظمها فارغ زجاج. ليه? عشان طبيعة الجو هناك ضل ما طول الوقت الشمس بتطلعش هناك لأوقات معينة فعشان كده بيعملك هو عايز وفر كهربا وانت لو عملت حشو او تجليد وقفلت يبقى انت هتستهلك كهربا كتير يبقى هو عايز يوفر كهربا يستغل اقرب مساحة او اقرب وقت من الاضاءة اللي هي الربانية من الشمس من برة يدخلها عنده في البيت بحيث ان هو يوفر فلوسه اللي هيصرفها في شح كارت الكهربا تمام يبقى التصميم والابداع متروك لحضرتك تعالي بقى اشوف موضوع مخرج التعلم رقم واحد عشان تشوف مخرج التعلم رقم واحد وانت في سنة ايه وانت في سنة تانية لازم تكون نجار جدير انت تعلمت التعاشيق صح عملت عملات التعاشيق الاساسية نقر وخدش ولسان وعملت التكعيب الغنفاري اللي هو بلسان واحد وبلسانين وعملت اللحمات بالنسبة ليه الواح الحشوات صح صح تعالي بقى شوف بقى سيدي ان انت تكون ملم وعالم ومهاري بالماكينات المستعملة في عمل النجارة ايوة انت تشتغل على الماكن طيب زي ايه زي منشار الشريط والربو والتخانة والحلية والمنقار ومنشار الصنية وما كان تسن الكساتير وما كان تسن وتفليج الصفايح والحمل الصفايح اي مكان متوفر عندك لازم تكون ملم بيه كمان عشان تكون نجار جدير لازم تكتسب من اسدتك جميع المعارف وجميع المهارات عشان ايه عشان تتحقق الجدرات وطبعا انت سلوكيا مظبوط امين في عملك امين في مهنتك يبقى كده التلات اركان اتواجدوا عندك طيب لما تيجي تنفذ شباك او باب او اي تمرين لازم تراعي المواصفات القياسية وانت بتشتري الخشب مثلا يبقى عنده شراء الاخشاب لتنفيذ المهمات او تنفيذ لمخرجات التعلم ان هي هتكون ايه تمت الجفاف خليا من العيوب كلها ومن اجود انواع الخشب يعني اجود انواع الخشب السويدي نمرواح السويدي اللي قولنا عليه ايه المسك طيب الخشب ده لازم يكون خالي من يعني مفهوش يعني نضيف خالي من العقد خالي من البزوز خالي من التشقق خالي من التسوس خالي من التخوخ خاوي من العوجاج خاوي من التصنيمة يبقى فاضي من الحاجة دي يعني مفهوش الحاجة دي يبقى درجة اقول مفهوش الحاجة دي يبقى درجة اقول تمام كمان انتو تكون الاخشابة هو مطابقة للمواصفات القياسية ومطابقة للراسم يعني انا هنفذ مثلا باب شقة يبقى اقل عرض ليه قايم باب الشقة ضال في الباب الشقة تكون اتنشر ونوص على داني هشوف الوقت في الشباك او في باب البلاكونة او في الشباك الشمسية هلاقي عندي العرض سبعة ونص ما يزيدش ايوة كل حاجة لها مواصفات التابعة يبقى اني لازم اعرف الحاجات دي ده كمان لازم اعرف المقاسات يعني ايه لو المقاس زاد عن مقاس معين يدخل في طايفة تانية في مشغولات النجارة طيب تعال بقى نشوف موضوع الشباك المنور بالحلقة ومن غيره هنشوف هو معايير الاداء بتاعته اللي هو مخرج التعلم يتبع قواعد الصحة والسلامة المهنية جميل انت البس الزي افارول خوزة نظارة الواقية الكفازات السيفتي هيأتي نفسك افرض ما فيش افارول ماشي البس البلطه ابو الزراير كاملة مش واسع مش مهطل عشان ما يعوركش على المكان ما فيش حاجة تنزل منك على الكساتيك كل الحاجات دي احنا بنأمنك عشان مستقبلك عشان مصلحتك عشان سلامتك تهمنا انت ابننا اي طالب في انجارة عمارة ابننا اي طالب في جميع التخصصات في منظومة الجدرات ابننا ولازم نحافظ عليك تمام يبقى اللبس ده هيحافظ عليك وعلى صحتك وعلى سلامة هدومك وعلى سلامة جسمك وعلى كل حاجة اه كل حاجة تمام يبقى خلصنا دي تعال ادخل بقى يا بطل جاهز للعدد اليدوية اللي انت هتستخدمها في صنع شباك هنتفق ان هو ضلفة واحد انتفق ان هو ايه ضلفة واحد بس خلي بالك لو انا عملت ضلفة واحدة بس مش هتتباع لو انا عملت ضلفة واحدة بس كده بالحل يعني ضلفة واحدة بس ايمين وراصين مش هتتباع ومعهم حلق طبعا مش هتتباع ليه هعمل دي ضلفة دي ازاز انا عايزة هضلفة شباك منور او استخدمها في حمام صغير او استخدمها بس الشباك ده فيديته ايه؟ الشباك ده بتركب كنافذة ان هو اقدر اتحكم به في الاضاءة وفي التهوية خلي بالك بالتهوية دي قوي احنا النهاردة مع ارتفاع درجة حرارة الجو والاحتباس الحراري اللي كل يوم بيزيد بفعل المصانع والكيمويات والحاجات اللي احنا بنشوفها مش تدخلنا احنا تدخل الدول الكبرى فلازم نعالج النقطة دي احنا النهاردة في عرض شوية هوى نستنشئهم في عرض شوية هوى نضاف او بردين بدل ما نستهلك مراوح وتكيفات يبقى النافذة هتعمل لي هتحللي اللغز ده لما اجي اركب ضرفة ازاز ومقفولة طول الوقت طب انت قفلها طول الوقت ليه؟ مهاني لو فتحتها هتدخل الحشرات وهتدخل الفران وهتدخل الدبان وهتدخل النموس وهتدخل كل حاجة والطراب والغبار والاوراق والزبالة كل الحاجة دي ممكن تطير في الجو وتدخل عندي ما نقفل عشان كده طب انه ممكن اقفل واسيبها مفتوحة ازاي؟ ان انا اعمل الضرفة دي بدل ما هي تبقى ازاز اسميها اسميها ضرف سلك اسميها ضرفة ايه؟ سلك اركب لها سلك يعني السلك اللي هيمنع ايه؟ الغبار والايتربة والزبالة والحشرات والدبان والنموس كل ده السلك هيمنع دول وهعمل ضرفة من جوة عندي اتحكم فيها واسميها ضرفة ايه؟ ازاز بس بتخانة تقل عن تخانة الضرفة السلك ايه رأيك؟ بكده الشباك اللي انا هصنعه هيتباع طب استنى هو انا قلت وانا بصنع خلي بالك هرجع لك لنقطة الاولية اللي انا قلت ايه؟ على المدربين والطالبة استخدام المنطق في تصنيع المشغولات ومخرجات التعالب ازاي؟ انا اشوف ايه اللي هيطلب منه وبيعه انا مش هصنع ضرفة واحدة واركنها والاك المخرج بقول كده لا استنى يا مدرسة يا مدرسة يا طبور المدرسة اقول احنا هنصنع مخرجات تعلم شبابيك لو حد من السادة المدرسين او حد من اولاء امور الطلبة يا اولاد لو حد محتاج منكو شباب ممكن يقول لنا مقاسه واحنا نشتغله ويجي يكتب اقرار انه هو هيشتري الشباب ده هو من خلال مخزن ومعرض المدرسة ايه رأيك؟ حلنا اللغز طيب افرض انه وقال لي بلاش نصنع لضلفة واحدة صنعه ضلفتين يبقى نعمل ضلفتين سلك وضلفتين ازاز ونعمل الحلق بتاعه ايه رأيك؟ تمام زي ما الباشمهندس رفيق ايوب فقسيوت قال ده انا كان عندي طلبية مطلوبة ضلف بس سلك وازاز نفذ يا فاندم بعد احنا استأذننا انقادتنا وقلنا لك نفذ عشان ما يبقاش اهضار مال عام للدولة انت لو صنعت الشباب كامل هتعمل في الحل تمام؟ اتفضل يبقى التصميم اللي يطرقلك والشغلة اللي هتتبع معاك اصنعها بدل هي داخل اطار مخرج التعال ما اسم مطلوبة لحضرتك؟ التصميم مطلوبة لحضرتك؟ التنفيذ حسب المواصفات مطلوبة لحضراتكم انتم كمدربين ومعاكم ابنائكم المهرة طلبنا الجادرين في اعمال نجارة العمار يبقى امن وصحة وسلامة مهنية اتبعناها جهزنا العدد والادوات والالات والماكينات وعرفنا ازاي نتعامل مع كل حاجة طبعا شبعنا السنة اللي فاتت معلومات بس بنراجع برضو بعد كده جهزنا الخمات طب انت هتجهز الخمات بناء على ايه؟ بناء على الرسمة اللي انت اخترتها بعد ما قلت والناس اللي هتشتري انت عايز شباك او عايز شباك ضلفتين دان عايز الراس اللي فوق عيدلا لا دان عايز الراس اللي فوق فهيحط تدورانا عشان يتماشى مع الشباك اللي عندي في الشقة ده كل الحاجة دي متاح لحضرتك تمام؟ تمام جميل ده انا ممكن اركب سؤاسات في ضلفة الازاز عشان يبقى ماشي عايزها سادة خالص عشان تضي اضاءة اكبر ماشي كل التصميم متروك لحضرتك جهزنا الخمات؟ الخمات بناء على الرسم طيب انا هجهز الخمات بناء على ايه؟ على الرسم طب هجهز الخمات ازاي؟ بالمؤيس عملات التصنيع لسه هندخل لها كمان شوي تعال بقى شوف كده بقى ايه؟ ادى الرسم بتاعها هعتبر انه ضلفة واحدة انا هعملك ايه شرح لضلفة واحدة واللي يعمل ضلفة يعمل اتنين ويعمل عشر تمام؟ ادى ضلفة الشباكة هيت اللي على اليمين دي ايم اهو وايم اهو ايم ضلفة وهنسميها ضلفة السلك دي رس سفلة لضلفة السلك وده رس عليا لضلفة السلك بعد كده هتلاقي المسافات ده هيت واحدة هيت اللي هي الضلفة اللي جوه ده هنسميها ضلفة الازاز ونعمل تهشير لضلفة الازاز طبعا التعشاء دي بتدل على القوة والمتانة والضبط بالنسبة للزاوية القايمة كمان إن الزاوية مزبوطة من هنا وزي من هنا زي من هنا يبقى شغل موزون ومزبوط تعال بقى شوف بنقل على الرسم بتاعك اللي انت اخترته هنعمل حاجة اسمها المؤيسة التفصيلية المؤيسة التفصيلية دي اللي هي بتحدد لي كمية الخشب اللازمة لتصنيع المخرج دهو أو لتصنيع التمرين دهو التمرين ده مكون من ايه قال لي التمرين مكون من ايمين حلق ايمين نحيادي وايمين نحيادي خلاص ومكون من راس حلق أو بيقولوا عليها معبرة ومكون من اللي تحت اسمها ايه جلسة الحلق يبقى الحلق اربع حاجات ايمين ورسين معبرة وجلسة ايم يمين وايم شمال تمام طيب الاطول ده تتحسب ازاي وقال لي ضلفت الشباك اللي عندي مقاسها ستين فيه تمانين سنتي يعني ارتفاع الشباك تمانين عرض الشباك ستين طيب فاكرين لما اتفقنا وقلنا ان اي حاجة فيها قائم او مقر نزود لها ضفر كم انت عارفين ان الضفر يعني ايه الاول اه الضفر اللي هو شفت الضفر ايدك ده او ضفر صابعك ده الضفر ده مصنوع الايه او ربنا صنعها الايه او خلاقها الايه عشان تحافظ على الصوابع بمعنى اوضح لو صابعك من غير ضفر مش هتقدر تمسك بيه كوبايا ولا تقدر تمسك بيه اي حاجة شوف حكمة ربنا اهو طيب برضو نفس الحكاية يعني الضفر حماية للصابع اه الضفر اللي هنزوده جنب النقر اللي هننقره هنا والنقر اللي هننقره هنا ده حماية ووقاية برضو للنقر يبقى لازم نزود الضفر اللي بقى او انت بتزود الضفر عشان الاطوال ديت او الاوايم دي او الحاجة اللي فها نقر زود خمسة فوق وخمسة تحت يعني لو هنقر في الحتة دي مثلا في الايم ده هزود هنا خمسة سنتي وهزود هنا خمسة سنتي يبقى حاجة اسماء ايه ضفر حماية ووقاية عشان تمنع او تحكم النقر ان هو يتفلق مني وانا شغال وتحميه كمان بنستخدم الضفر ده في الابواب بقى لما تجد ان شاء الله نروح سنة تالتة هتلاقي له يعني مهمة كبيرة خالص ان انا بقص او بقصب الضفر اللي عند الراس العليا وبسيب الضفر اللي عند الراس السفلة عشان اسيبه خالص لما خلص اعمال البلاط بعد كده بقصب زي ما انا عايز عشان لو احتاجت راغلة اكمل بيها الفراغ اللي بين البلاط وبين ضلفة بدل ما يدخل لي فار ولا صرصار ولا حاجة من تحت عقب الباب مش عايز الكلام ده تمام طيب تعال بقى بص معي كده على المؤيسة التفصيلية ليه شباك مانور مقاس ثمانين في ستين ونشوف حساباتها هتبقى ازا당 اول بند في بند وفي باين الاعمال وفي عدد وفي قطاعات اللي هي القطاعات اللي هي الطول والعرض والسمك وفي كمية الخاشط طيب اول بند قواهم الحال عاندي انا عندي كم شباك. شباك واحد يا استاذ طيب يبقى الشباك الواحد لو كم guaيم؟ ايمين هو لغ حلق واحد اله الحل الواحد له ايمين حل لغم ايمين يبقى في العدد نكتب كم؟ برافو نكتب اتنين اهو طيب الطول ده انا قلت ارتفاع الشباك كان ثمانين ايه اللي خليك تعمله تسعين ايوه برافو عليك يا دعي هاني انت قلت او صحه قال ان انا انا نزود خمسة من حياتي او الساز وخمسة من حياتي او الساز يبقى عشرة سنتي ضفرة يعني اتنين في خمسة بعشرة زائد الثمانين يساوي كام برافو عليك ساوي تسعين تعالى بقى في العرض ناس بتقول لها هنعمله عشرة انا قلت هعمله خمستاشر حسب حسب امكانياتك والمكان اللي انت هتركب فيه بس انا قلت خمستاشر لسبب انا قلت خمستاشر لسبب السبب الاولاني او خلوهم سببين السبب الاولاني ان انا لو عملت خمستاشر انا هعمل خمستاشر السبب الاولاني ان هو لما لما تيجي تركبه على النص طوبة وبتسيبه بارز من هنا اه سمك المحارق او البياض وبرز من ناحية التاني من جوا سمك المحارق او البياض بيمشي مياه واحدة مع الحيطة جميل طب ايه السبب التاني اللي انت عامل 15 على اساسه السبب التاني اللي انا عامل 15 على اساسه ان انا في يوم من الايام مستقبلا ممكن جاري اللي انا عامل المنور اصاده يبني ويعلي ويفتح شباك كبير اصاد فتحة شباك المنور اللي انا عمله. او الشباكة الصغيرة اللي انا عامله ده. هيجرحني. انا اتخيلت انه هيجرحني. هيبص علي. يبقى اعمل ايه? ممكن او ماخد مقاس. الحتة اللي جوه ديت. اللي هي من برا من من برا الحلق. واقوم عامل عليها ايه? ضلفة شيش. بمفصلتين. تفتح وتقفل. اتحك كمان بقى. في امتى? افتح ضلفة الشيش وامتى قفلها? وكده كده الشيش ايه? بيدخل هوا. وبيدخل نسبة اضاءة خفيفة. يبقى اتحكم فيه الاضاءة والتهوية. لما مستقبلا ممكن اركب ضلفة الشيش. طب لو انا عملتها عشرة. لو انا عملت اتخانة او او عرض الحلق عشرة. عرض الحلق لو عشرة هضطر ان انا لو 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 حد ايجيه بقى بنا وعلى عشان يجرحني بقى يا ولا كده. لأ هضطر ان انا اعمل ضلفة بحلقها صغير على قدها. وصمره فين? في الحلق من بره. تمام? واني لا اصمر بقى ما انا عمله هو. يبقى انا مشيط المحارة مية واحدة. كل حاجة ماشية مية واحدة. كل حاجة ماشية مع بعضها. تمام? تصميم عشرة على عشرة جميل. حل? حل ايه? اه ايه? المعبرة والجلسة? هشوف كده في المعبرة والجلسة هوت? عايز برضو في العدد ايه? اتنين. عايز مع بعضها فوق? وجلسة تحت. يبقى في العدد هنا ايه? برافو اتنين. الطول هنا كام? خمسة وستين. ما هو انت قلت له عرض ستين. عملتك خمسة وستين ليه? قلت لك بقى في الحتة اللي فيها اللسان. زود اتنين سنطي ونص من ناحية دي. واتنين ونص من النحية دي يبقوا خمسة سنطي على الستين. يساوي خمسة وستين. اعمل نفس العرض ونفس السمكة هيمشي معاك مية واحدة. اوام الضالفة السلك اللي احنا اتفقنا عليه. احنا مش نعمل ضالفة واحدة. عملنا ضالفة واحدة هنسموها ضالفة ازاز وخلاص. او ضالفة واحدة وخلاص. ونحط بقى ننزل فها الازاز ونعمل اللسان بتاعها دبل اللي هو بالراس العليا. خلاص? نعم احنا هنا هنعمل سلك وازاز. الاتنين. يبقى ضالفة السلك. الضالفة محتاجة كام? ايمين Directed الطول بتاعي كام? تعال بقى نشوف. انا اصل الطول الحقيقيقي كان 80 اطرح منه سمك المعبرت وجلسة الحلق بعد عمل الافريز يعني مفروض انه هو كان خمسة مسحته وصفته وصل اربعة ونصف في التخانة عملت افريز سنتي بقى وصل تلاتة ونصف تلاتة ونصف وتلاتة ونصف يبقى سبعة سبعة اطرحهم من 80 رفع عليك يبقى تلاتة وسبعين تلاتة وسبعين انه قلت اي حاجة فها نقر في القوائم ازود ايه خمسة من ناحية وخمسة من ناحية دي يبقى عشرة والتلاتة وسبعين يساوي كام تلاتة وتمانين مظبوط جميل تعالى شو بقى عرض قايم الضالف قال لي سبعة ونصف ليه ما اعملتوش عشرة يبقى تقيل ويبقى مكلف وانا اعمل حاجة ايه اصلا ده اعمال خفيفة يبقى لازم تبقى ايه سبعة ونصف ما تقلش ولا تزيد تمام التخانة واحدة عشان الضالفة تمشي مية واحدة مع بعضها يبقى الاوايم زي الروس زي ايه اي حاجة مشتركة مع بعضها يبقى الرأس العليا نشوفها يبقى رأس واحدة بدل هي ضالفة واحدة محتاجة يبقى كل ضالفة محتاجة رأس عالية واحدة رأس عليا طيب الطول بتاعي كام انا قلت الطول الحقيقي بالحال اللي هو ان جارة ستين اطرح منه كام سمك ايم الحلق من النحيا دي اللي هو اليمين تلاتة ونصف بعد عمل الافريز ممكن اربعة ونصف عملت الافريز والنحيا التانية برضو تلاتة ونص يبقى ادي سابعة سبعة اطرحهم من الستين يعني ستين ما السبعة يسوي تلاتة وخمسين اي حاجة فيها لسان التفقنا نزود لايه ايه اتنين سنط ونص واتنين سنط ونص لما ايه ايمة الضفرة يبقى كام تمانية خمسة زائد تلاتة وخمسين يسوي تمانية وخمسين الراس السفلة هيبقى لازم يطلع نفس الطول زي ما حسبناه بس العرض هو اللي هيختلف خلي بقى لك هنا العرض هنا سبعة ونص التخنة واحدة هي بس العرض هنا في الراس العليا سبعة ونص اما العرض في الراس السفلة زي قعدة العمود كده قعدة العمود لازم تكون اعرض منه يبقى برضو لازم الراس السفلة في اي مشغولة نجارة تزيد عن الراس العليا والاواي لازم تزيد بالنسبة للشغل الاساسي انما هنلاقيها متوحدة بقى في البندين السادس والسابع هنلاقي الراس العليا زي الراس السفلة لان دي اعمال اخاف شوية والتخانة اقل فهنعملها عرض واحد طيب في ضلفة الازاز اللي هنركبها على ضلفة السلكة عن عوز كم قايم ما قلنا اتفقنا ان احنا كل ضلفة لها كم قايم ايه اتنين طب ضلفة الازاز دي هحسبها ازاي قال لي شوف المربع بتاعك الداخلي الفراغ اللي جوه وقس عليه طب قس الفراغ اللي جوه ازاي ما انا هقول لك اهو احنا كنا قسنا تمانين سنتي حوشنا منهم تلاتة سنتي ونص من فوق تلاتة ونص من تحت اللي هم سمك مع بارة وجلسة الحلق بعد عمل الافريز يبقى ده سبعة وصلنا للطول الحقيقي للضلفة اللي هو كام تلاتة وسبعين خلاص من غير زيادات من غير ضيف تلاتة وسبعين دول مش انا عندي اصلا راس عليا كانت سبعة ونص واتصفت بقى سبعة بعد المسح والتصفية جميل خلي بقى كلمة سبعة دي او 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 رقم سبعة الرقم اللي تحت كان عشرة ومسحته وصفيته مش احنا قلنا نسبة المسح والتصفية لا تزيد عن نص سنتي في المواصفات القياسية عن ربوع التخنة او بالفرة ماشي يبقى ما تزيدش عن نص سنت جميل يبقى انا عندي سبعة فوق راس عليا ويه تسعة ونص تحت راس سفلة يبقى كام برافو ستاشر ونص مبسوط منك يا محمد يا ناصر انت وهاني وسيد طاها واحمد جبر برافو انتو بتجاوبون على طول تعال بقى بص كده ستاشر ونص لما تطرحهم من الطول الحقيقي اللي وصلت تلاتة وسبعين اطرح تلاتة وسبعين ونقص ستاشر ونص يساوي كام خلاه سبعتاشر سبعة من تلاتاشر ستة واحد من خمسة اربعة يبقى تقريبا ستة واربعين هنقول ستة واربعين تمام لا 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 تلاتة وسبعين اطرح منهم ستاشر اسف تلاتة وسبعين اطرح منهم ستاشر سبعتاشر سبعة سبعة من تلاتاشر ستة واحد من واحد من ستة خمسة واحد من ستة خمسة يبقى كام ستة وخمسين سنتي تمام ستة وخمسين سنتي ده اللي هي لكت خمسة وخمسين ونص بقى خلي بال. خمسة وخمسين ونص. هزود عليهم ايه? سنت ركوب من فوق. مش احنا ما نركب لها ايه? مفصل اسمها ايه? سكينة. مفصلة سكين. يعني نركب لها سنت ركوب افريز اهو من فوق سنتي. وافريز من تحت اهو سنتي ركوب. يبقى نزود اتنين سنتي. على التلاتة وايه? وخمسين. يبقى اصبحت كم? سبعة وخمسين ونص. ليه تلاتة وخمسين ونص. يبقى اصبحت سبعة وخمسين ونص. احنا قلنا اي حاجة فها نقر. نزود خمسة فوق لو اضفر. وخمسة ايه تحت? خمسة من اين وخمسة من اين? يبقى عشرة. وخمسة و اه 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 عشرة. وسبعة وخمسين ونص. اللي اتفقنا عليهم يبقى سبعة وستين ونص. يبقى هذا الرقم بتاعنا. العرض سبعة ونص. ما يقلش? لا ما يقلش. طيب. التخانة هي اللي هتقل بقى? هتبقى بوصة ونص. اللي هو ايه? تامانية وتلاتين ملي. تعال بقى للروس العليا والروس السفلة. هي راس واحدة وراس واحدة. راس عالية وراس سفلة. بالنسبة لضلفة الازال. احسبهم ازاي? احسبهم حسبة واحدة. بس هعمل في العدد ايه? اتنين. بدل ما اعمل واحدة واحدة زي السلك. لا هعمل في العدد اتنين. اهو في العدد اتنين اهو. طيب. الطول بتاعي كان? انا قلت كان ستين. طرحت منهم سبعة لها تلاتة ونص وتلاتة ونص لما بتقول الحلق من هنا ومن هنا. يبقى اصبح تلاتة وخمسين. تلاتة وخمسين اطرح منهم. سبعة وسبعة اربعتاشر. يبقى اربعة. تلاتتاشر ناقص اربعة. يساوي تسعة. تلاتتاشر ناقص اربعة. هيساوي تسعة. هيساوي تلاتتاشر ناقص اربعة. دي ستة. اه يبقى تسعة. مظبوط. يبقى تلاتة وخمسين. يبقى ادى تسعة. واحد يبقى تسعة ويه تسعة ويه تلاتين سنطي. ازود لهم. يبقى كده تسعة وتلاتين. ازود لهم سنطر كومن هنا و سنطر كومن هنا. هيتعامل افريز يعني عشان الضالفة تسقط في قلب الضالفة تانية. السلك. ضالفة الازال تسقط في قلب ضالفة السلك. يبقى بالافريز يبقى ايه? واحد ويه اربعين. ازود لهم باي احنا قلنا اتفاقنا لأي حاجة لها لسان راسها هي لها لسان من هنا ولسان من هنا. ازود اتنين سنطر ونص من حيادة. اتنين سنطر ونص من حيادة. يبقى خمسة. واحد واربعين. اصبحت كام? ستة واربعين سنطي. وده الطول اللي احنا طلعناه. ستة واربعين سنطي. بالنسبة لطول الراس بعد زيادة الضفة. طول الراس بعد زيادة ايه? الضفة. العرض سبعة ونص نفس العرض بتاع الاوايم. التخانة بوصة ونص اللي هي ثمانية وتلاتين ميلي او ثلاثة سنطر وثمانية من عشرة ميلي. اللي هو نفس برضو تخانة الضالفة عشان اتفاقنا ان لازم تكون المية ماشية مع بعضها. طيب. عشان اطلع كمية الخشب. طلع الموبايل بتاعك او طلع الالة الحسبة بتاعتك واضرب العدد في الطول في العرض في السمك اطلع لك رقم. والرقم ده زي ما اتفقنا حط علامة حط الرقم. وكمل الارقام من ناحية الشمال بصفار. كم رقم بقى? يعني لو طلع اللي تلات ارقام احط او التلات ارقام او واحد اتنين تلات احط جنبهم من ناحية الشمال من ناحية الشمال احط تلات صفار واعمل علامة. لو طلع اربع ارقام احط صفرين واعمل علامة. لو طلع خمس ارقام احط صفر واحد واعمل علامة. عشان اقرى كمية الخشب بالسانتي المكعب او بالملي متر المكعب او باجزاء الملي متر المكعب او اجزاء 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 الملي متر المكعب. اما بجمع كل الكميات دي مع بعضها حطها تحت بعضها. احط الارقام انه هو تحت مع كل رقم تحت تاني. ستة ارقام واعمل علامات. اضرب العدد في الطول في العرض في السمك. العدد في الطول في العرض في السمك. العدد في الطول في العرض في السمك. وهكزا. وطلع الارقام. وخلي بالي من العلامات. وقرب النص تبقى واحد اللي اقرب رقم لها. واجمع كل كمية الخشب ديت. هلاقي ان الشباك ده هو كله كله ما خدش في حدود اه خمسة سنتي اه خشب. اه عشان ما حدش يضحك عليها وما حدش يقول او ما خدش في حدود سبعة سنطي خشب حسب الكمية اللي عندك. تمام? يبقى بدل ما يقول لي ده خد عشرة سنطي ده خد اتناشر سنطي ده خد خمستشرة سنطي هنعمل شباك هنعمل اربعة خمس شباك لا مش هيند. يبقى نهوت عشان هننفذ بقى الشباك ده بعد المؤيسة بتاعته عشان هننفذ الشباك ده لازم بعد حساب كمية الخشب السويد اللي هو اضرب العدد في الطول في العرض في السمك لكل بند وجمع البنود كلها مع بعضها واحسب الكمية بتاعتي مزبوطة بالمتر المكعب او بالسنتيمتر المكعب او بالملي اه متر المكعب او اجزاء اجزاء الملي طبعا لازم اكون برضو كمان مجهز كمية الغراء المناسبة لتخزيم الضولف وكمان اجهز صنفرة مناسبة صنفرة مناسبة عشان وانا بشطب التمرين بعد بعد ما خلصت التخزيم وعملت التشريب اعملت عملية التشطيب وكمان اجهز المسامر الباصة اللي هسبت بيها بعد ما عملت تعشيئة الحلق الغنفرية هسبت بيها كمان اجمد بيها تعشيئة الحلق وصمر بيها الضلفة في الحلق على اساس ان انا ابيعها او اوصلها للمكان اللي هتتعرض فيه للبيع بس لازم وانا بشتري بقى الخشب انا حسبت كمية الخشب وعرفت انا هجيب طول الحلق ده هو اجمعه مع بعض اي من الحلق ومع اي من الحلق مع معبرة مع الجلسة ثم انا هشتري لوح واحد ستة في اتنين بوصة لو عرضوا خمساشرة خمسة طوله حسب الاطوال اللي هجمع الاطوال اللي احنا اتفقنا عليها اللي هي تسعين زائد خمسة تسعين وتسعين مئة وتمانين وخمسة وستين وخمسة وستين ادي مية وتلاتين اجمع مية وتلاتين ادي متين وعشرة تلتمية وعشرة يبقى اجمع حتة طول آآ آآ ستة في اتنين قطعة ستة في اتنين في طول تلتمية وعشرة عشان اطلعها بس البند الحال. آآ بعد كده هاجيب آآ ممكن اضيف عليها حاجة تانية. آآ ممكن اضيف عليها ايمين دولف عشان يزودوا لي ايه? اوصل للعدد اربعة آآ متر ونص او خمسة متر وعشرة او المهم ان اوصل لرقم لوح مزبوط ما اقصش منه. ما اقطعش. اجمع كل المأساة المتشابهة. طب انت هتحط اوام الدولف مع بعضها ازاي اللي هي دولف السلف. ايه ما هضل الفتن سبعة ونص سبعة ونص يعني خمستاشر. نفس عرض الحل هقدر آآ 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 اقطع الحتة ديت وشوقها اتنين اطلع منها. ايمين? لازم تفكر. ولازم تستغل مهاراتك وامكانيتك ومعارفك عشان تطلع جدير. تمام? طيب. كمان آآ تكون الاخشاب خالية من العيوب اللي احنا اتفقنا عليها البزز والتخوخ والتشقق والتفلق والعقد وكل حاجة تقول ان الحاجة ديت شكلها مش طبيعي او مش كويس. وكمان لازم عشان تتم تنفيذ الاعمال لازم تكون مضبوطة. مضبوطة. مضبوطة ازاي? مضبوطة بالزاوية القيمة. مضبوطة آآ يعني التعشيقة تكون عاملة آآ زاوية تسعين من كل اتجاه. على اساس ان هي متكونش مفتولة. لان لو ضالفة مفتولة هتقفل من ناحية وهتبقى مفتوحة من ناحية التانية هتضطر ان انت تعالج العبدة. ممكن لقدر الله انت لسه عشان لسه مش عارف آآ كيفة العلاج ازاي. ممكن تقدر تبوز التمرين او تكسر التمرين او تكسر اللسان او حاجات كتير. فاني قال ليه? يبقى انا لازم خير الامور الوسط. اعمل اللسان مطابق للمقر. اعمل التعشيقة مضبوطة. اعمل الفتاءات بتاعتي مضبوطة. الام شغل مضبوط. استخدم العدد والادوات. استخدم الزرجين والفتايل. اعمل الاسفين والمسامير مطابقة ليه. المكان اللي ما يكونش عريض قوي عشان ما يفلقش ليه الايم. كل حاجة تكون مطابقة لبعضها. متوازية. خير الامور الوسط. هطلع بالشغل مضبوط. هعمل كل حاجة. ازاي اتقب ليه اه مصمر الخزام فيه التلت الاول من البلاجة. ومنتصف عرض اللسان عشان يقدر يخزي. بتشوف فيه لعيبة كرة لبسين حلقة هنا. او فيه ستات بيلبسوا حلقة هنا. بيقولوا عليه مخزومة. او خزام. هنا برضو احنا بنخزم التعشيقة مع بعضها اللسان مع النقر اوه. فبندله مصمر. عملنا اسفنين. الاسفن اللي برا يبتدقي اكتر من اللي جوة. عشان يلم التعشيقة على بعضها وتزبط بالزاوية وتخدم وكله تمام. بعد كده تعمل بالشنيور او بالملف او بالمسقاب اليدوي. اه مكان مصمار الخزام. مصمار الخزام عشان يدي لك القوة والمتانة. وبالنسبة للغيرة ما بنستخدمش غيرة كتير زي انجارة الاساس. ده ده احنا بن يدوبك طرف في لسان الاسفن. والطرف في لسان مصمار الخزام اللي هو بيبقى منشوري او مدور سينة بحيس ان انت تقدر تدقه ولازم يوصل من ناحية التانية عشان يسدي لك الفراغ اللي انت عملته من بونطة الشنيور او الملف او المسقاب. بعد كده هنقصب ونعمل كل العملات التصنيع هننفذها طبيعيا بس انا بقولك على الشغل اللي بيتم. المهم ان انت لازم تخدم مزبوط وتطلع شغلك مزبوط. تعالوا بقى اه التعاشيق لازم تتذكر دايما التعاشيق اللي انت خدتها فيه عمليات اه التشغيل الاساسية. احنا خدنا عمليات التشغيل الاساسية كتير. سبعة اه تعاشيق السنة اللي فاتت صح? انت كسنة تانية. السنة دي اللخصناهم في اربعة بس اربعة مهمين طبعا. منهم التعاشيق اللي هنستخدمها النهاردة في اعمال الشبابيك او شباك المنور. هتبقى تعشيقة اسمها ايه? تعشيقة الراس السفلة للشباك اللي هي تعشيقة نقر ولسان برجبة عدلة. وفتاء. تعشيقة الراس العلية بالنسبة لضلفة السلك هتبقى نفس التعشيقة بس العرض الراس هيختلف. تعالوا بقى للتعشيقة بالنسبة للراس السفلة للزجاج هتبقى برضه نفس نفس التعشية. يبقى تعشيقة واحدة انت شغلتها تلات مرات في الضلفتين اللي انت هتعملوا. При الضلفة السلك وفي ضلفة الازاز. ما ليه يهي الاختلاف? هيبقى الاختلاف في الضلفة. في الرأس العليا لضلفة الازاز. هنعمل اللسان لسانين هيبقى لسان دبلة. لسان دبلة. على اساس ان انت هتنزل بالازاز ايه صوااتي? يعني الراس العليا هتتشاء اتنين بنطخانتها كده. منطخانتها تتقسم اتنين اهو. دي التخينة بتاعتها كاتكم? تمانية وتلاتين ميلي. بعد التصفية صفة نص سنت بوصلت لتلاتة وتلاتين او اربعة وتلاتين ميلي. هتشقل لاربعة وتلاتين ميلي اللي ما اتخينة دول. طبعا العرض سبعة هوت. اربعة وتلاتين هيبقى سبعتاشر وسبعتاشر. بس هيبقى آآ سمك الصفحة كمان كالمنا. هيبقى مسلا ايه خمساشر وخمساشر. يبقى فيه فراغة اهوة اربعة ميلي. هتسقط منه ايه? الازاز. عشان انت عملت اصلا مفحار في الايمين وفي الراس السفلة. يبقى هنعمل تعشقتين. تعشقة نقر ولسان دبلة اللي هو ايه? عشان ننزل الازاز صائط. وهنعمل التعشقة اللي هي هتشتغل معايا في تلات حاجات اللي هي تعشقة نقر ولسان بروك بعدلة. ها? وفتاء. لازم الفتاء في التعشق كلها عشان اخاوي آآ بالسحقة وجمع. يبقى لما يعمل عملية حلية وعمل عملية مفحار يبقى. اساسا انا معلمك ان الفتاء ده فيديته ايه? تقابل الحلايا والمفاحير والافريز ويدي لك شكل جمالي احسن. وبالتالي هيبطلع شغلك نظيف شغلك جميل هيتباع وانت واقف وانت بتصنع عن نفسي والله مش بقول عن نفسي وانا في سمبلون الصناعية مهندس عواد همام. آآ طبعا كان الشغل بيتحجز واحنا شغالين. انت تشتغلين النهاردة يا محمد والله هنشتغل السنة دي هنشتغل كزا وكزا وكزا وكزا. طيب انا عايز اربع شبابيك شيش. وعايز شباكين للحمام والمطبخ. وعايز اربع آآ ابواب له القوض هتعملهم تجليد. وعايز آآ بابين آآ وانا وانا كمان عايز كمان آآ اربع او تلات ببن حشو للقوض اللي عن. اللي ان عندي تلات قوض بس. والتاني يقول ليه. طبعا انا عايز بابين شاء. بلاش باب واحد لان عندي باب عالسلم وباب بره. انت بنعمل كل الاحصائية ديه. ونشوف وانهاية. تعال انت عايز ايه يا استاذ سعيد تعال اكتب لي اقرار انت هتستلم باب الشاء. تعال يا استاذ عادلة محجوب. انت عايز ايه? عايز آآ بابين آآ تجليد. طيب خلاص كتب لي اكرار انت هتاخد آآ اتعايق او استاذ اهاب آآ فاي تعال اخد انت عايز انت بتاعي او استاذ سيدة ناصر اقول انا عايز شباكين شيش. والتاني عايز باب واحد بس بلكونة. والتاني عايز باب واحد بس بلكونة. يبقى انا عملت حاصر للحاجة اللي هتتباع عندي. افرض انه ممكن يجي لي نجار من برة او زبون من برة. والله انا عايزك تعمل لي كزا وكزا انا سمعت ان شغلكو حلو واشتغل. زي ما اتفقنا في الاول. يبقى الشغل مقسات تصميم مطروك لحضرتك. تمام? تعالوا بقى انا دقيقة واحدة بس نشوف آآ دي التعاشقية بس هنزود لها ايه? الفتاق اللي هو الزاوية خمسة واربعين. وقلنا طبعا هنستخدم التعاشقية اللي هي ايه? اللي هي الدبلة بيروجباعد لوفتاق عشان ودي مجموعة العيدة. تعالوا بقى اشوفوا زملائكو في المدارس وهم شغلين. آآ دي مدرسة المقاطعة الفنية مهندس حمد والمهندس احمد وبيعلموا الطالب ازاي يستخدم المكان وما يخافش وبقى جريء في شغله وتخلي بالك مشمر ايده ازاي? عشان الكم ما يطولش الصفيحة ومهيق نفسه. دي البش مهندس هاني. وطبعا الابنائنا فرحانين. تعالوا بقى نشوف البش مهندس سيد سابت هنا في شبرة الخيمة والبش مهندس شريف والرجالة والشغل الجميل والحاجات الابداع. هنا برضو في حصة المعارف اهو تشوف الشكل العام. مهندسيين. انتم مهندسين. انتم طلعتوا بالمعارف والمهارات والسلوكيات حققتوا الجدرات. انتم شرف لنا ان احنا بندرس لكم. مش الشرف لكم انتم انتم هتطلعوا احسن مننا. وان شاء الله هتطلعوا جادرين. وهتطلعوا قد المسئولية. وبإذن الله هتحيا مصري بيكم. انا سعيد جدا بوجوده معاكم. ومش عايز الحلقة تخلص قبل ما خلص كل كلام الحلو عنكم. لان مش كلام بس. ده فعل وشفته واقع من خلال اه الجيش مصري المنتشر في منظومة الجدرات. انا سميمه الجيش. لان انا بحب الجيش جدا. تحيا مصر. وافضل جيوش الارض جيشنا. واحسن جنود جنود بلادي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.